اشتركوا في القناة كما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين ولمعنى دير كلام سيد ربي في القرآن الكريم لما قال وما هي من الظالمين ببعيد واضح فيه وعيد وتهديد لكل من جرأ وجهر بالفعشة ودعالها ورأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدرنا من الوقوع في المعاصي بهذا الشكل اللي عملوه قوم لوط وكي يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم حجارة من سجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي من الظالمين ببعيد وقال في حديث آخر لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وأنتم والأحباب شوفوا هذه الأمراض الخطيرة لسببها هو الفسق والفجور والزينة وفعل قوم لوط هالزهري هالسيالا هالسيدا كان طلبوا الله العافية اللهم عافينا مما ابتليت به غيرنا رأى عدد من الدوال والمجتمعات مهددة في وجودها بسبب شيوع الفاحشة اللي كانت تسبب في الأوبئة والأمراض الخطيرة ثم ما ننسوش لايقاب دي الله تعالى راقريب محال رحمة الله كنسأل الله تعالى تعمنا احنا ولداتنا والمسلمين جميع الأحباب كيقول سدي ومولاي هو كيختصر القصة دي القوم لوط عليه السلام في كتاب العزيز وَلُوطَنَا تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدَخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تَوَيْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا